اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ندى الملة صباح الورد صباح الجمال صباح الجمال صباح الأثنين يوم جميل الجو بديت في شوي برع ولكن لنحن في نسبة هوا باردة فنا دائما اشجع الناس ان يطلعون ويستمتعون بالأجواء الجميلة برع عشان نحرك ريولنا شوية ونتم بصحة وسعادة اذكركم برقام التواصل 6-0-5-5-1-4-1-4 ورسال النصية على 4-0-6 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام وينت كم يوم؟ ويني أمس كنت في برنامج تلفزيوني وين بعد؟ أي يوم بعد ما كنتموجودة؟ الخميس والاربعة خميس ما كنتموجودة؟ لا الخميس كنتموجودة الأربعة ما كنتموجودة العكس لا والله عادي عندي زهايمر خفيف شيء أنسى أحيانا بس أنسى ما كنتموجودة كنتي الثلاثة والأربعة موجودة هيك عندي اجتماع صح صح طيب ناخد دراستنا اليوم يقول ابتكار رقاقة صغيرة تثبت على الأسنان بهدف مراقبة الحمية طيب عشان ما حد يقول ما أكلت ابتكر العلماء تقنية جديدة لمراقبة وضبط السلوك الغذائي قد تمارس دورا هاما في الرعاية الصحية والدراسات السريرية بحسب ما أفاد به مبتكروها من كلية الهندسة التقنية بجامعة توفيتس الأمريكية وتعتمد هذه التقنية على رقاقة إلكترونية لا تزيد أبعادها عن 2 ملي متر مربع وتثبت على الأسنان وتتصل لاسلكيا بالهاتف الدكي عن طريق تطبيق خاص وتوفر معلومات حول ما يدخل إلى الفم من سكر أو ملح أو كحول وبحسب المعد الرئيسي للدراسة فيرينزو أومينتو هذا شكل سباني ياباني ياباني؟ أوكي أنت يدرا نزيل أستاذ الهندسة التقنية بجامعة توفيتس فإن الإصدارات المقبلة من هذه الشريحة قد تتمكن من تحليل عدد أكبر من العناصر الغذائية والكيميائية أو الحيوية وتحديد كمياتها وبحسب الباحثين فإن الرقاقة الجديدة تتغلب على المشاكل الموجودة في الأجهزة الحالية لنفس الغرض حيث تتطلب بعض تلك الأجهزة استخدام واقي ثموي كبير ومزعج وقد لا يلتزم المريض بارتدائه طوال الوقت يشير الباحثون إلى أن إمكانية أن تتنوع استخدامات هذه الرقاقة ليرسال معلومات على السطح المركب عليه يعني سواء كان سن أو جلد أو أي سطح آخر ممتاز يعني هي بتحليل لحين السكر والملح والكحول اللي يدخل الفم بس أتوقع إذا يطورونها أنها تقيس كل شيء يدخل إلى الفم عشان واحد يقدر يحسب احتمال السعرات الحرارية اللي يأكلها ويعرف متى يوقف يكون شيء جميل تدري محمول؟ حق الناس يتراقب وزنها الناس دائما يتقول أنا ما أكل شيء هاي دائما في العيادة نسمع دكتور والله أنا ما أكل شيء بس ما دي وزني كيف يزيد فهي لو تقيس المعدد السعرات الحرارية وتربط بالتيلفون ويعطيك انذار سؤال للجميع متى آخر مرة وقفت على الميزان؟ قبل أسبوعين هاي والله قبل أسبوعين أنا عندي نظام غذائي وعندي قابل هذا النظام الغذائي لا والله ما أوقف على الميزان ستة شهور إلا لو كان مريض رايح العيادة غير شيء ما أنا وقف بالضبط فهي المسألة يعني أنت يعني هل أنت تحتاج رقاقة النهي تقول لك كذا 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 ولا هي المسألة أنك أنت يكون عندك يعني سنسر خاص فيك أنت ترح السنسر خربان عن بعض الناس لا هي تحسب السعرات الحرارية في ناس عبالهم يما يكلون الأشياء يقولك ما فيه ويت سعرات حرارية بس ما يقدرون كمية السعرات الحرارية تكون فيها فممكن عشان ناس تراقب وزنها وطبعا طبعا واحد هو روح أفضل مراقب بأكلك نفسك تشوف أنت الكمية التي أتاكلها ونوع الأكل التي أتاكلها وشو داخل فيه أفضل مراقب طبعا أنت أفضل مراقب لأكلك طبعا طيب نحن دكتورة يعني البارحة كنا نتكلم عن دراسة تقول أن ريايير نزين بعد الزواج يكرشون سمعت أمس كتسر دكتورة وفاء كانت تقول يا أكله مرت طيب يا مو طيب صح؟ إذا مو طيب رح يطلب مطعم وإذا طيب رح يأكل أكثر والله أنا أقول لك كرشون صراحة من الراحة لا ما يتزوج يكون مرتاح قاعد الحر ما تسوي كل شيء لا يفكر ولا هم ولا شيء عكس ما هو عزابي أم تحن عليه وقل له سير ورد أقول ما يتزوج يكون مرتاح عشان تي غير زوجة تدلع اليوم سويت لها كيكة باشر مسويت لها كبكيك وراء باشر مع كارونة بشاميل وهكذا يعني ها الفكرة وين كانت في الدراسة يقولون أن العزابي يهتمون صحتهم أكثر ليه ما يتزوجون أن عقو ما يتزوج خلاص ما ما يهتم عرفت كيف الرجل يظلم المرأة جيه أن عقو ما يتزوج ما يهتم عكس المرأة المرأة حلينا نحن طول حياتنا أنا واحد من الشباب فشعر بدي يحت زين هم تزوج لا قال يا ريا خلني ألحق تزوج ما دام شي شعرتين عن باتر تقول لي أنت أصلاع ما باتزوج أقول باتي بصلاع محد يباني يقول لا أصلاع أهوى بس الكارشو عند الرجل هذه كارثة فعلا فعلا ولا موت شي محمود لأنه أصلا محيط الخسر والبطن عند الرجل يتناسب مع معدل إصابتها بالأمراض المزمنة مرض السكر أمراض الاتفاع الكوليسترول وغيرها فعشان شي إحنا دائما نركز عند الكارشو عند الرجل فما علي نمشي ريولنا شوي نحتاج أن نتحرك أكثر عشان نحرق تعاف دهنه البطن في معلومة الناس ما تعرفها دهن البطن من أسفل إلى أعلى يتجمع ولما تحركها تحركها من فوق لين تحت عشان تي أصعب منطقة في البطن هي تحت القطعة اللي تحت الناس يلقى فيها أصعب شي لأنها هي أول وحية تنبني بس لما تحرك تحرك من فوق فهاي الصعوبة شوي أخوانا في الشام عندهم مثل يقولون الزلمة من غير كرش مايس وإرش هذا مثل لازم يعدم لازم يعدمون المثل نزيل طيب نحن متواصلين معاكم إن شاء الله عبر فقرات برنامجنا في عندنا العديد من المواضيع اللي ما نتكلم عنها ولكن هيئة الصحة بدبي أيضا شأنها شأن الكثير من الدوائر الحكومية والمؤسسات تشارك في فعاليات الدورة السادسة لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية اللي تنطلق فعاليات اليوم إن شاء الله بمركز دبي التجاري العالمي تستعرض من خلال هذه المشاركة حزمة من الخدمات والابتكارات والمشاريع والتطبيقات الذكية تحت شعار ممارسات حكومية إنجازات عالمية تفاصيل هذه المشاركة إن شاء الله من استعرضها مع عدد من الزملاء المتواجدين على منصة هيئة الصحة والدعوة عامة لكم مستمعين اللي قريب من المركز التجاري يمر ويزور جناح هيئة الصحة بدبي نحن بعد الفاصل إن شاء الله دكتورة من آخرنا جولة سريعة في هذا المعرض وهم الإنجازات اللي قاعدة تعرض من خلال هذه المشاركة ومن خلال هذا المعرض القيم اللي للأمانة نطلع على أهم الإنجازات اللي تحققت في الدوار الحكومية في منها إنجازات عالمية لا نتكلم عن هيئة الصحة بس لا كل الدوار الحكومية ولكن هيئة الصحة الخصة لأن هناك بعض الإنجازات اللي تحققت جزات كبيرة اللهم لك الحمد في ظل توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأيضا متابعة حتيثة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وكذلك سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي رئيس هيئة الصحة بدبي هناك الكثير من الإنجازات اللي تحققت في السنوات الأخيرة ما نتعرف عليها بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام حاكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعاد أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين لايف عنور تبي على الإنستجرام طيب قبل ندخل في موضوعنا معانا عبد الرحمن عنده مداخلة تفضل يا عبد الرحمن صباحك الله بالخير سلام عليك عبد الرحمن اسمعني من سماعة التيلفون لا تسمعني من الإذاعة تفضل يا سيدي كيف الحال سأل محمود يا هلا يا هلا صباحك الله بالخير دكتورة ندى والقائمين جنان على البرنامج صباحك ورد فضل الغاليين أنا كنت في مركز البرشة مش ويطة لأم الصباح والنعم فيهم نساء الله عز وجل يزيدهم نجاحا إلى نجاح وهذا ما يتوقع من دبي وكل مرض شكرا اقتراح فقط يحفظكم الله بالنسبة لبعض الأمراض اللي ممكن تكتشف فجأة وبالتالي لابد من الطبيب أن يشيك على كل لنقل كل ما يتعلق بهذا المرض أحيانا أعضاء في الجسم كذا وضائف في الجسم أحيانا فقط نفاجأ أن هذه الأمور تدرج في المواعيد العادية التي ربما تأخذ شهرين وثلاثة وعند يعني حصل معي هذا الشيء فأنا اقتراحي فقط طبعا أشيد بمسألة الأنف والأذن الحنجرة كانت مشكلة الآن جزاكم الله خير ممكن خلال أسقوات جزاكم الله خير لكن أمور أخرى من كان عنده ضرف كهذا ضرف أمور مفاجئة لماذا لا يكون لهم خانة مواعيد يعني خاصة بهم باعتبار أنه الأمر قد يكون في شيء من الخطورة حتى لا نأخذ مواعيد الآخرين أو تدرج ضمن المواعيد العادية لكن بسرعة ملحة لأنه ممكن يكون هناك مضاعفات طيب وأتمنى لو الدكتورة ندى اللحفظة يكون تواصل معها في موضوع خاص بهذا إن أمكان يعني جزاكم الله خير شكرا لك عبدالرحمن أخوة ممكن تتوصل في العيادة يحاولونك على مكتبي على طول اللي حاب يتواصلها والله الآن يحاولون على الهيئة عامة ما يطهون الموافع إن شاء أنا بتواصلك بعقب الإذاعة أخوة بعطيك رقم مكتبي ولا يهمك شكرا لك شكرا عبدالرحمن طرح موضوع موضوعين دكتورة يعني موضوع لها أكثر من جانب الجانب الأول أنه اللي أنا عرفه وهناك فاستراك حق بعض الفئات اللي هي كبار السن مثلا لأنهما عندهم بعض هما معرضين أكثر للأمراض صحيح واحد اثنين ذوي الهمم ذوي الهمم نعم ثلاثة النساء والحوامل والأطفال الصغار ممتاز هذير يكون عندهم فاستراك يعني دايما مواعيد ومهادة تأخذ بشكل تأخذ بشكل سريع وأيضا إذا دخلوا العيادة يتقدمون على البادي نعم طيب هذا جانب الجانب الثاني اللي طرحه إذا كان المريض نفسه يعني لا سمح الله صار له شيء أو شيء طارع نعم شو محمود دايما إحنا عيادات الرعاية الصحية الأولية بمنها نظامها مواعيد إحنا دايما نشهد المتعاملين إن حالات الطارع لازم تتحول على المستشفى إذا أنت حالتك الطبيب قال لك لازم تشوف طبيب الآن فأنا أردي الطبيب القاعد في العيادة التخصية عنده مواعيدة كامل جدولة كامل أنا ما أقدر أخلي له فراغات في خلال جدولة في العيادة هو طلب استحداث عيادة استحداث لا استحداث يعني يكون في ما تقول خانة أو ثنتين في المواعيد حق لحالات الطارع هذا يقلل عائد الناس المرضى اللي يشوفهم الطبيب ممكن قدمك اقتراح وندرس إن شاء الله كيف ممكن إحنا نسوي هذا الاقتراح ولكن إذا الطبيب قالت حالتك لازم تشوفه الطبيب الآن إحنا دايما ننصح تروحون للطوارع بس معظم معظم اللي أنا عارفة يعني معظم التخصصات الآن يعني ووك إن ما في داعي لا عدد تخصصيهم الأسنان حتى الأسنان تخصصات عندهم التركيبات الجراحة اللي فيها الجراحة التركيبات تقويم كله مواعيد ما عدا الهاي جنس هو صحة الفم والطبيب العام في الأسنان نفس الشيء عندنا في طب الأسرة الطب الأسرة فقط طبيب الأسرة ووك إن بس التخصصات الثانية عظام أنفذر حنجرة وغيرها بالمواعد طيب موضوع يطول الحديث فيه دكتورة لكن نحن عندنا الآن ننتقل إلى معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية معانا عبر الهاتف من المعرض دكتور محمود صالح الحليق استشاري ورئيس قسم الأطفال في مستشفى لطيفة صباحك الله بالخير دكتور صباح نوري هلا بك عندكم مشاركة جميلة من خلال نظام النداء الآلي الذكي فوسيرة اللي بدأت الهيئة في تطبيقه خبرنا عن هذه المشاركة في معرض الإنجازات طبعا من منطلق حرث الهيئة أو حرث مستشفى لطيفة على رضاء المتعاملين والسرعة في أداء الخدمة دخلنا نظام نحن النظام رائد في تكنولوجيا الاتصالات الزكية اسمه بوسيرة الهدف منه بيوصل ما بين الطاقم الطبي والتمريد بسرعة ووضع هدوء يعني تضمن شغلتين بنفس الوقت نظام بوسيرة يعني له منصة اتصالات ذكية ممكن تتوصل حتى على نظام الالكترونيك ميديكال ريكود سلامة اللي دخلناه جديد في المستشفى وعملين على توصيله فبيزيد من فعالية الجهاز على فرد حصل حالة طفل وقفة سمح الله الممرضة بكبسة زر على الجهاز تطلب الطاقم الطبي بنفس اللحظة بيرد وحتى ممكن يوجه لها توجيهات شو تسوي عبين ما يوصل لعندها فهي الميزة المسيرة اللي هو اتصالات نظام اتصالات ذكية يوصل ما بين الطاقم الطبي وما بين طمريد وطباء وبراميديكال بسرعة وبهدوء بدلا ما يكون فيه بالهوسفيتل والصوت يزعج المرضى هاي المختصر المفيد تابعه دكتور محمود شو الأقسام اللي طبقتم فيها هذا النظام طبقنا في ببدءا من قسم الولادة بالطوارئ لقسم العمليات قسم الولادة يعني الرئيسي في المستشفى والأطفال الخدج ممتاز كمارقة الأولى طبعا ممتاز فهذا النظام بسما أنت ذكرت أنه يتصل بالكادر الطبي كامل من غير ما يكون فيه أنونسمنت في العيادة من غير ما يكون بالضبط من غير ما يكون فيه نداء شامل بالمحب دكتور محمود أنتو بعين ما طبقتوا نظام فوسيرة هل شفتوا مثلا فيه سرعة في استجابة الفرقة الطبية المخصصة لحارة الطوارئ مقارنة بالنداء كان يستوي في العياء في المستشفى بالمقارنة بالتقارير اللي موجودة عنا طبعا يعني في زيادة بسرعة الاستجابة لأنه الزيادة جاي من منطلق يعني شو بدل ممرضة تمسك التليفون وتطفل بالأوبريتور وتقول له عمل لي نداء لكذا كذا أو تطفل بالدكتور والدكتور يرد على التليفون عندك انت حاليا جهاز معلق برخبة الممرضة والجهاز معلق كمان مع الدكتور لما تكبس على الزياد وتقول الدكتور محمود أنا يفترض الجهاز عندي على طول يرد يعني أكبس عليه وأرد عليها ممتاز فهي الفرق أنه تفادينا البدالة والأنونسمنت وهي الشغلات شكرا لك دكتور محمود صالح الحليق السشاري ورئيس قسم الأطفال بمستشفى لطيفة ونهارك سعيد يا أهلا بك أهلا طيب ما زلنا في مركز أو في معرض دبي الدولي للإنجازات منروح ركن شوية قريبا لدكتور محمود لكن يستعرض شغلة ثانية اللي هي مع الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي أول شيء صبح جرلا بالخير دكتورة وخبرين عن مشاركتكم من خلال تجربة دبي الصحية في هذا المعرض شو اللي ياسين تعرضونا طب أحكى الله بالنور والسرور أقول محمود دكتورة أنا نذات إن شاء الله تشتطوة واضح واضح جدا تفضلي إذاكم الله خير على هذه الاستضافة طبعا نحن اليوم في مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة في دبي أشاركين في معرض الإنجازات بـ كانت شاكة الدكتور إن الصوت واضح أو هو واضح إنه ممكن يفصل طيب شو فيها ميرا إذا نقدر نحصلها مرة ثانية على الأساس بس ناخذ المشاركة بشكل سريع هم عندهم طبعا يشاركون من خلال معرض من خلال المعرض استعراض تجربة دبي للسياحة الصحية هي تجربة رائدة في هذا المجال في موقع إلكتروني عندهم دكتورة في مميزات كثيرة هذا الموقع الواحد ممكن يتعرف فيه على مفاصل السياحة الصحية في إمارة دبي أيضا من خلال هذا الموقع ممكن كذلك يتم الترويج لإمارة دبي كوجهة مثالية للسياحة الصحية ممكن يخطط رحلتها بعد صح؟ فيها أبرز التخصصات الطبية اللي ممكن واحد يعني يحاول أنه ياخذ فكرة عن أهم العيادات والمستشفيات والتخصصات الصحية اللي ممكن تطرح في هذا المجال رجعت معنا الدكتورة ولا بعدها؟ 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 خلاص أيضا نحن ما نحاول نصدفها على باتر لأن الفقرة خلاص بتخلص معنا ما نستعرض للموضوع كامل ما نطلع فاصل إن شاء الله بعد الفاصل ما نتطرق إلى موضوع آخر يعني بس بعدها معرض الإنجازات بحاول بحاول إن شاء الله باتر نتواصل مع الدكتورة ليلى تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه المشاركة وما نأخذ بعض المشاركات الأخرى كذلك من خلال معرض الإنجازات الحكومية الدعوة عامة لهذا المعرض دكتورة سيري المعرض شوفي شو الإنجازات المحطوطة إن شاء الله بنسير لماذا تضحكين ما شاء الله هناك معرض يعني في واحد لماذا لا تصبح أنت محمود تغطينا إياه فإحنا يكون عندنا علم إن شاء الله أنا بأطلع من هنا عندي اجتماعك وبصير المعرض خلص المعرض لماذا الساعة كم من المعرض المعرض يومين لين الساعة كم لين الساعة أربع أه أربع أوكي في وقت ممتاز من تسع لين أربع أو من عشر لين خمسة إن شاء الله منتابعك ونشوف شو الإنجازات الجميلة الموجودة عموما فاصل بعد الفاصل في إنجاز جميل يعني تحقق وكان أحد المبادرات الخاصة ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز برنامج الوقاية المبتكرة لمكافحة داء السكري هذا فازه والبارحة الحمد لله بسبع نجوم صحيح يعني استاهلا والله صراحة مبادرة جميلة أصلا فكرتها جميلة نحن من الصديف معانا الدكتورة ناهد منصف والدكتورة حنان عبيد أمنوها ذيلة بتعرفون بعد الفاصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة ذكركم برقامة تواصل 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام حصلت هيئة الصحة بتبي يوم أمس على سبع نجوم ضم مبادرة في دبي نتعلم إحدى مبادرات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عن برنامج الوقاية المبتكرة لمكافحة داء السكري وعيادة أنماط الحياة الصحية ونتعرف على هذا الفوز وهمية البرنامج معنا في الستوديو الدكتورة ناهد منصف مدير إدارة الشؤون الصحية بقطاع الرعاية الصحية الأولية باية الصحة بدبي صباح 1-4 دكتورة ناهد أهلا وسهلا صباح الخير ندا أهلا فيك والدكتورة حنان عبيد استشاري ورئيس شعبة الأمراض المزمنة والحادة بقطاع الرعاية الصحية الأولية هل فيك الدكتورة حنان هل فيك ندا طيب أول شيء مبروك على هذا الإنجاز الجميل سبع نجوم وإنتم ما شاء الله عليكم أكثر من سبع نجوم نجمات في سماء الرعاية الصحية نجمات في سماء الرعاية الصحية الأولية شكرا يا لدى طبعا هذا شيء من إنجازات الهيئة طبعا نحن نعتز فيه طيب نحن نريد أن نتعرف على هذه المبادرة يعني في دبي نتعلم كيف كانت مشاركتكم فيها أعطونا فكرة أهم عن هذا البرنامج برنامج الوقاية المبتكرة لدى السكري بسم الله الرحمن الرحيم بداية أخ محمود أحب أبتدي بمقولة صاحب السمو شيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارة حاكم الدبي صاحب السمو قال أريد أن تكون دبي رقم واحد في المنطقة ليس في المنطقة ولكن في العالم وكذلك قال رقم واحد في كل شيء التعليم العالي والصحة والسكن وأريد أن أمنح شعبي على طريقة للعيش اليوم وليس بعد عشرين عاما فانطلاقا من رؤية صاحب السمو شيخ محمد وكذلك تماشيا مع رؤية الإمارات عشرين وواحد وعشرين وخطة دبي وكذلك استراتيجية هيئة الصحة بدبي نحن فكرنا في أكثر الأمراض شيوعا في المجتمع وهي المرض السكري صحيح ففكرنا أن نحن نطلع بمبادرة لمكافحة هذا المرض بحيث نقدر نقلل من نسبتها في المجتمع عندنا ففكرنا في البرنامج هذا ندخل فيه كمبادرة البرنامج عبارة عن برنامج دبينا تعلم وبرنامج رائد للتعلم المؤسسي يتضمن دعوة الجهات الحكومية لترشيح مشاريع مؤسسية لتطويرها ونقل وتبادل المعرفة بين الجهات المختلفة بهدف تطوير الأداء والخدمات الحكومية وتم استخدام منهجية التعليم المؤسسي العالمية التي تسمى تريد فنحن في هذا البرنامج مشينا على هذه المنهجية بحيث أن نحن نقدر فعلا نبني هذا البرنامج الوقاية لداء السكري بأعلى معايير جميل أيضا يعني أنتم فستو الحمد لله خبرونا عن هذه الجائزة شو المعايير الحديثة هذه اللي فستو فيها أو تأهلتمكم أنتم تكونوا سبع نجوم المنهجية اعتمد على شيء يسمى بتريد تي آر اي دي اي هاي المنهجية لو فكرنا فيها تريد التي يرمز إلى تيرموف رفرنس هاي المرحلة بدأنا فيها مرحلة تخطيط للمشروع نفسه يعني وضعنا الأهداف وضعنا إطار العمل من ذلك بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة الار الار هو الريسيرج الريسيرج فيها المرحلة شفنا الريكرانت ستيت يعني حاليا نحن الوضع الراهن عندنا كيف شو الوضع الراهن يتكلم عن المشروع هذا من أي منطلق وبعد ذلك رحنا إلى مرحلة الأكت الأكت أخذنا كل الداتا سوينا لداتا كوليكشن وسوينا تحليل وطلعنا بالقابس مثل ما يسمون أو بالأيريوف امبروفمنت وبعد الموضوع هذا قعدنا مع الشركاء اللي وصلنا لمرحلة الديبلوي الدي ولو مرحلة النشر قعدنا مع الشركاء المعنيين بحيث أن نحن وضعنا الخطة العمل أكشن بلان وقدرنا نحن معهم نحط خطة واضحة ومتكاملة لأن نحن نعتبر المجتمع شريك رئيسي جميل وبعد ذلك تم مرحلة التقييم المشروع المرحلة الأخيرة الإيه الإيباليويشن نعم هذا المثاليجي التريد ممتاز الدكتورة حنون خبرنا شو اللي يميز هالبرنامج الوقاية أو الكشن بكر عداء السكري شو اللي يميز هالبرنامج طبعا هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة وفي العالم طبعا مثل ما ذكرت الدكتورة ناهد نحن عملنا دراسات ودرسنا أفضل الموارسات العالمية تبين أن نحن في حاجة لهذا البرنامج لأن مثل ما نعرف أن مرض السكري منتشر في منطقتنا وفي الإمارات فيجب التدخل مبكرا للوقاية من هذا المرض والحد من انتشاره في الإمارة لذلك اخترنا هذا الموضوع وبالتعاون مع شركاءنا الاستراتيجيين حددنا إطار هيكلي أو فريمورك للعمل على مستوى إمارة دبي وهذا الإطار يحتوي على خمس محاور رئيسية المحور الأول هو تعزيز أنماط الحياة الصحية وتعزيز التوعية في المجتمع الإطار الثاني هو الكشف المبكر عن مرض السكري وعوامل الخطر عوامل الخطر ممكن تشمل عدم مارسة الرياضة، الغداء غير الصحي، سمنة، زيادة الوزن، التدخين، التوتر فهذه العوامل الإختطار نكتشفها مبكرا طبعا بعد اكتشاف المرض أو بعد اكتشاف أن هذا الشخص سوف يكون معرض خلال عشر سنوات القادمة للإصابة بالمرض نقوم بالتداخلات أو برامج تداخلية لمساعدته أن يتوقف عن هذه العادات أو يتوقف عن هذه الأخطار حتى لا يصاب في مرض السكري فهذا المحور الثالث وهي التداخلات المبكرة وتكون بطريقة مبتكرة لهذا السبب نحن سمنا المبتكرة لماذا؟ لأن تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في التدخل على سبيل المثال استحدثنا عيادات أنماط الحياة الصحية استحدثنا وصفة السعادة وصلناها ببرنامج حياتي هذه الدداخلات كلها تساعد المجتمع على تخطي هذه المرحلة المحور الرابع هو تعزيز النظام الصحي لدينا عن طريق تدريب الأطباء على أحدث الإرشادات وعلى أحدث البروتوكولات الموجودة للتعامل مع الأشخاص المعرضين للإصابة بالسكرية خلال السنوات القادمة وأخيرا طبعا استحداث سياسات للحد من الأمراض الأمراض غير المعدية وعمل الاختطار منها طبعا السياسة هذه تساعدنا أن كل المؤسسات وكل الإمارة يكون لها إطار منهجي وإطار لتنفيذ هذه المبادرات ففي وجود السياسة على مستوى إمارة دبي وربطها بسياسة الاتحادية لرؤية الإمارات وخطة دبي 2021 هذا كله يساعدنا على الوقاية من مرض السكري على إمارة دبي فهذه المحاور كلها عبارة عن الفريمورك أو الإطار اللي بتساعد إمارة دبي أنها تقلل من نسبة بالإصابة بمرض السكري في الإمارة دكتور ناهد لما يتم تطبيق هذه المبادرة شو المخرجات تتوقعونها؟ كم يكون في مثلا تقليل نسبة الإصابة بالسكر تقليل مضاعفات السكر؟ شو الأرقام تتوقعونها؟ نحن طبعا وضعنا أهداف شورت ترم مثل ما يسمون أهداف قصيرة المدى ولونج ترم طويلة المدى الأهداف طويلة المدى للمشروع أن نوصل لتخفيض نسبة السكر في الناس اللي هم في مرحلة البري دايبيتس اللي هم قبل الإصابة بالسكر إلى 10% نحن حاليا طبعا حسب الإحصائيات اللي بيانت لنا مركز دبي للإحصاب التعاون معهم لما نسوينا الاسكرينينج على مارات دبي بيانت عندنا الإحصائيات أن نسبة الإصابة بالسكري 15.2% في حال أن نسبة الناس اللي هم معرضين للإصابة 15.8% وهذا الرقم فعلا مخيف لأن لو انتظرنا عليهم مثل ما يقولون هل 15.8% رح تنضاف على الخمستاشر اللي موجودين وممكن تكون نسبة للسكر عندنا حتى توصل قريب 40% وهذه النسبة جدا مخيفة فأول هدف نحن طبعا لما وضعنا الإطار وبدأنا نشتغل الهدف الرئيسي كان نحن نخفض نسبة السكر بنسبة 10% الهدف الثاني كان نحن نعزز الوعي الصحي ردى المجتمع الهدف الثالث كان نحن نخفض نسبة الإصابة بالسمنة ونزيد من نسبة ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي وكذلك نخفض من نسبة استخدام التدخين وطبعا المؤشرات هذه كلها نحن ماشيين عليها بحسب خطة دبيت 2021 وبحسب استراتيجيتها يقتصحها أنا عايبني المبادرة اسمها في دبي نتعلم نعم ليش سموها تي سموها تي محمود لأن مثل ما قلت لك هاي المبادرة تشارك فيها جميع المؤسسات الحكومية فكل مؤسساتي بمبادرة يديدة بابتكار يديد بفكرة يديدة صحيح فنحن نتشارك فيها كلنا وكل واحد يشوف الفكر اللي موجود عند الجهة الثانية فنتعلم من بعض فكلنا نتعلم من الممارسات اللي موجودة ونأخذ الأحسن والأفضل ونطبقها في حكوماتنا وفي مؤسساتنا هني ببرعي يسأل دكتورة هل داء السكري عقب لتوظيف شخص إذا أراد أن يتوظف؟ لا مبعقبة لأن داء السكري يعني علاجة عبارة عن تعايش مع هذا المرض تعايش والالتزام بالأدوية والالتزام بنمط الحياة تغيير نمط الحياة الشخص فلا يتعارض مع أي وظيفة ولكن يستحسن أن يكون الشخص هناك متابعات مستمرة مع الطبيب يعني متابعات للأدوية متابعات للنبط الحياة أنا أتوقع أن أحيانا هاي أكثر ملاحظتين يقولك هل السكري عقب أنه داما الموظف يعني يخافون أنه يزيد غياباته مثلا كل يوم يقول أنا ما باي سكر تاعبني أعتقد يعني لازم واحد يمثل تقرير أنه متابع داما يتابع عند دكتور أن السكري منتظم أنه يحسب على الفحص الشبكية فحص العين وغيره وغيره لعشان ما يضطر أنه يضغيب بعد العمل لأيام طويلة بسبب أنه حجز أنه عند السكر ونحن طبعا في مراكز الرعاية الصحية الأولية عنا عيادات السكري وعيادات السكري توفر خدمة شاملة للمريض السكري من حيث فحص القدم فحص الشبكية التعليم المستمر التثقيف التغذية التغذية في هنا تطبيق صحي بعد في هذه الصحة حياتي نعم طبعا نحن مثل ما ذكرنا أنه عيادات السكري الآن استحدثنا عيادات أنماط الحياة الصحية لأننا نتوجه للأشخاص الغير مصابين بالسكري ولكن عندهم عوامل خطورة وهذه الأشخاص نوجههم لهذه العيادة هذه العيادة طبعا حسب الممارسات العالمية تعتبر طب أنماط الحياة إنه عبارة عبارة عن ساينس يقول هنا أحمد هذا ربيع مصاب بالسكري يكري يوم يتأخر في الدوام لماذا يتأخر في الدوام؟ ما لأخص السكر بريء من هذا الفكر أننا نحن دائما نحس يمكن الواحد يكون مصاب بمرض السكر يعني هو شخص إنسان مريض وما يقدر يتعايش أو يعيش الوضع مثل أي شخص تاني طبيعي هذا التلقين النفسي للواحد دائما نحطه في رأسه أي إنسان مصاب بالسكر يمكن يعيش حياة طبيعية جدا يعمل ويمارس هواياته ويعيش حياة سعيدة وهم شي يمارس الرياضة يمارس الرياضة أهم شي إنه يكون محافظ على السكر وفي جهات ممكن تساعده إنه يوصل لها المرحلة في حد حين صار لشهر يمارس الرياضة أزعج العالم يعني هم شي رياضة هم شي رياضة طبعا مثل ما ذكرنا أن يادات أنماط الحياة الصحية نحن عبارة عن فريق من طبيب وخصائي تغذية وتثقيف صحي طبعا ما ارتبط هذا بالرياضة طبعا هناك حلقة توصل مع الأمثلة الرياضية صح حتى نتابعهم كلهم ويكون لهم برنامج مخصص صح وانتوا سويتوا وايد أصلا مبادرات في هذا المجال الحين أنا بغي أتكلم هذه الدورة خلصنا السكري الدورة الياي شو بأستمون إن شاء الله أكيد هيئة الصحبة تطلع بفكرة يديدة ثانية فيها ابتكار وابداع إن شاء الله يعني يقول ها زين خبرتوني عشان أخبر عليه حين نروح لعيادة الذكرتين دكتور حنان على العجالة هي عيادة أنماط الحياة الصحية طبعا أنماط الحياة الصحية مثل ما ذكرت إنها هذا التخصص جديد حين استحدث هذا التخصص يهتم بتغيير أنماط الحياة أو سلوكيات الناس سلوكيات الخاطئ طبعا أو نبط الحياة السلبي من عدم مارسة رياضة والتغذية غير السليمة طبعا الأطباء في هذه العيادة يساعدون الشخص أنه يكون عنده برنامج مخصص بالتعاون مع الأندية الرياضية المحيطة فيه طبعا نحن بالإضافة إلى ذلك نحن مشاركين في معرض الإنجازات الحكومية برنامج حياتي طبعا برنامج حياتي نحن حدثنا أنه يكون مش بس للمرضى السكري بعد للناس اللي هم غير مصابين بالسكري ولكن معرضين أنهم يكونوا مصابين للسكري فطبعا التحويل لهذه العيادة يكون إما عن طريق تطبيق حياتي هناك في تطبيق حياتي في أوبشن أو اختيارات إذا هو غير مصاب بالسكري يجاوب على بعض الأسئلة صحيح هذه الأسئلة عبارة عن تول أو أداة تساعدنا على تقييم حالته هل هو ممكن يتعرض للسكري خلال عشر سنوات القادمة ومدى تعرضه هل هو من النسبة الواطية المتوسطة أو المرتفعة وبالتالي يسأل التطبيق هل أنت تروح لعيادات أنماط الحياة الصحية أو أنك تأخذ وصفة السعادة نحن نسميناها وصفة السعادة حتى أنها تنم على السعادة بتغيير هذه النمط هاي طريقة لطريقة التحويل لهذه العيادة الطريقة الثانية يروح للمركز الصحي أي مركز الصحي الطبيب يعمل له فحوصات شاملة الفحص الدوري وعن طريقة يكون فيه تقييم لحالة الإصابة لمرض السكري خلال عشر سنوات القادمة باستخدام التول اللي هو الفينيش دايبيتس رسك اسيسمنت تول أو مقياس نسبة إصابة الشخص بمرض السكري خلال عشر سنوات القادمة لأن الدراسات أثبتت إذا نحن ندخلنا أحين بتغيير نمط الحياة راح نقلل أو نوقف نسبة الإصابة بمرض السكري بنسبة 58% يعني تخيل النسبة جدا كبيرة فنحن نريد ندخل مبكر فيها هل يوجد شروط معينة عشان الاستفادة من هذه الخدمات؟ ما في أي شروط أهم شيء أنه ما يكون مصاب بالسكري الشيء الثاني أنه يكون إيجاب على هذا الاستبيان هذا الشيء الوحيد للمطلوب من الشخص والشيء الثالث أن إذا كانت مرأة ما تكون حامل لأنه ممكن يعني أنه تكون فيه رياضة وفيه صحيح أو مجهود مثلا إذا كان شخص عنده عمليات أو عامل عمليات في العمود الفقري وعنده ديسك أو شيء أو عنده أمراض في المفاصل ما يشترك في هذا البرنامج ممتاز من أهم الشروط بعد دخول البرنامج أن الشخص يكون عنده حافظ قوي جدا وفعلا الإرادة وفعلا قرر وصمم أنه يريد أن يغير نمط حياته لكن إذا يالبرنامج ودخل العيادة وهما يغير لا سلوكياته ولا عنده الإرادة الكاملة هما رح يستفيد من العيادة والبرنامج صحيح شو المتابعة التي تقدموها للناس التي تدخل في عيادة أماط الحياة كم تتابعونهم كل سنة كل شهر المتابعة تكون بشكل دوري جدا يعني عندنا المرشد الصحي المرشد الصحي الذي يعتبر المثقف صحي كل أسبوعيا مرة يتواصل مع المريض سواء ممكن يكون إينا العياد أو يتواصل معه هاتفيا يشوف وضعه وبعد فيه شهريا مع الطبيب فالمريض لما يدخل أو الشخص يدخل العيادة نحن ما ندره يمكن هاي ميزة العيادة نحن نتابع خطوة بخطوة نكون معه خطوة بخطوة لأن المرحلة الجرني مالت الرحلة خلال مو بسهلة أحيانا تكون فيها عقبات الشخص ممكن يتعب نفسيا في متابعة الدايت الغذاء الصحي والرياضة ممكن أحيانا نحس باكتئاب أو فشل أنا خلاص ما بي أكمل البرنامج لا فنحن معه خطوة بخطوة بحيث أنه فعلا يقدر يستمر هذا البرنامج كم فلوس عشان يسوي اشتراك هذا البرنامج جبلاش مجاني ما في فلوس يعني الشروطة بسيطة بسيطة جدا ومجاني وتقدمون كل هاي الخدمات فيه طيب شو ترى ليش ما تشترك بالضبط كيف يشتركون الآن يبغون يعرفون كيف يشتركون وين يروحون عشان الاشتراك الاشتراك يروحون مثل ما قالت الدكتورة حنان من التطبيق بس أو من التطبيق ممتاز يلا دكتورة شاركي شاركي أنا عندي وردي مسيحق عمري عيادة على فقر واحدة من العيادات موجودة في مركز البرشة العيادة الثانية موجودة في مركز ند الحمر فعيادة البرشة تستقبل كل المراجعين الموجودين في البر الثاني وند الحمر تستقبل عيادة المراجعين برنامج جميل جدا يعني أعطيكم ألف عافية وألف مبروك على هذا الإنجاز اللي أنتم حققتوا يعني نتمناكم التوفيق أنا شاكر لكم يعني تواجدكم معانا الدكتورة حنان عبيد رئيس شعبة الأمراض المزمنة والحادة في قطاع الرعاية الصحية الأولية وأيضا دكتورة ناهد منصف مدير إدارة الشعبون الصحية في أية الصحة في دبي نورتي الستوديو ما بغيتي تينا والله منور بوجودكم متابعينكم دائما ازعت الله كير بمشكورين طيب دكتورة هنا في بعض الرسالة أنا ما مرت عليها بشكل سريع لكن قبل لا نختم هنا بابراهيم يسال يقول سلام عليكم أنه يقولون أنه في نسيج من السوائل تم اكتشافه في عدد من أجزاء الجسم ممكن معيومات أكثر هذه دراسة تكلمنا عنها أنه تم إيجاد عضو جديد عضو جديد هو يقول نسيج من السوائل ترى هو عبارة عن هذا العضو عبارة عن نسيج من السوائل هذه الاكتشاف كان يقول أن هذا ممكن أن يعطينا إن شاء الله بعد قادم في عملية الوقاية من الأمراض وحتى علاج بعض الأمراض مثل السرطان وكذا نسيت الدراسة؟ أنا لم أكن معك قرأت هذه الدراسة بلا أنت قرأت الأربعة يمكن أو الثلاثة بقرأ عنها أبيب لكم عنها مع نواة فالكم تسيج تنسين أنت وايد نساية مستوية شو أدوية الواحد يأخذ العشان اللوز الجوز الجوز واللوز بس عام محمود تدريب الذاكرة عشان تكون عندك ذاكرة قوية يقول لك يعتمد على كيف تدربها أن أنت تعود نفسك أنت تحفظ بعض الأشياء تقوم بعض العملية الحسابية تقوي عندك الذاكرة عموما نحن عشان بس ما نطول على على أي من فنزين نقولكم يعني شكرا البرنامج للوافدين هل في تخفيضات من الجم واحد البرنامج للوافدين الاشتراك مجاني طبعا في تخفيضات نحن عملنا عقودات عقود مع الانديا رياضية فاهم نسويهم خاصمات خمسين بليمية سبعين بليمية خاصم في خصومات حلوة إذا جاءوا من طرف الهيئة الصحابة في دبي أوكي واحد نزين بالنسبة للوافدين إذا كان مثلا عندهم انشرانس العناية تعمين صحي ممكن يعني ياخذون الخدمة عندنا ممتاز نحن زين أني لحق تقرأ هذه الرسالة لأنها معلومات مهمة كانوا يسئلون عنها عموما نصلنا إلى ختام حلقاتنا اليوم مشكورين وايد شكرا ما قصرتوا وألف مبروك ونتمنى هذه الإنجازات تستمر إن شاء الله دائما إن شاء الله آمين شكرا دكتور رندا شكرا باشر مدامة أو الإجازة إن شاء الله مدامة نزلت براتي بعينة أسأل عشان أعرف من الحين أبدأ ما ييني مسج قبل البرنامج بعشر دقائق لا وانت الصادق ست دقائق ست دقائق زين شكرا لتش ميرا لغفلي ما قصرتي وشكرا لك أي مسر حيل شكرا جزيلا ما شاء الله أنا أستمتع ببرنامجنا لأن في ما شاء الله يعني الكوادر اللي موجودة في الإذاعة دائما تتغير علينا فالكل إلا أنا ثافت معك له نفس خاص إلا أنا ثافت معك ما بأتحرك أنت داومي أول الله يخليك بعد إثبتي عشان يومي عموما حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد تقبلوا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي